اشتركوا في القناة متأميرين اجانب مطالبا بطريقة تحمل نوع من الصخر عن اسمائه الاء المتأميرين لقتالهم بجانب نظام اردوغان ان كان محقا وقال اغلو في كلمة له بمؤتمر اقليمي لحزبه ببلدية بارتن انه لو كان هناك متأميرين يلعبون بتركيا لكنا بجانب من في السلطة منذ بداية الجمهورية التركية لافتا ان حزبه وقف وراء سياسة اردوغان تجاه ليبيا وشرق المتوسط دون تردد لكن فيما يتعلق بالمتأمرون الاجانب كشف انها مجرد خيالات لا يمكن التعرف عليها خاصة وان اردوغان عرض حجة المتأمر الاجنبي في عامي 2001 و2002 الامر الذي جعل حزب المستقبل ينتقده بتنفيذ نهج غير متسق عبر تبنيه ادعاءات بالمؤامرات المهاجمة للاقتصاد التركي وبالخصوص شدد اغلو على ضرورة عزل وزير الخزانة والمالية البيرق صهري اردوغان كاحد التوصيات للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حيث نوها بتغافل النظام عن اصحاب المناصب الذين وصفهم بالفاشلين في اداء عملهم خاصة وان البيرق اتبع انظمة لم تكن في صالح بلاده من خلال تطبيق سياسات النقد والاحتياطي والعملات الاجنبية التي تتنافى مع جميع المعايير الدولية وهو ما جعل الاقتصاد التركي تخبط خاصة مع انتكاس السياسة الخارجية لاردوغان وسوء تدخله في شؤون عدد من الدول بغرض بسط سيطرته على ابرز المواقع الاستراتيجية في المتوسط وتوهمه بارجاع الخلافة العثمانية البائدة اشتركوا في القناة